ناقش مؤتمرنا الإنجازات التي حققها الأردن في مشروع اللامركزية المالية وآليات الدفع باتجاه التوسع في تطبيق هذا المفهوم بما يسهم في تعزيز العدالة في توزيع مكاسب التنمية في المملكة وزير المالية في كلمته الافتتاحية قال إنه سيتم تطبيق اللامركزية المالية على نحو مخطط على مدى عدة سنوات لضمان عدم حدوث أي إرباك أو تعطل في عمليات تخصيص وتنفيذ الموازنات وتقديم الخدمات العامة للمواطنين من جانبه وزير الداخلية سمير مبيضين أكد أن الأردن ملتزم بإنجاح هذه التجربة وفقا للأهداف من مشروع اللامركزية والمتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة والاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المخافضات في حين أكدت ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المنفذة لمشروع إصلاح وإدارة المالية العامة على التزام الوكالة بالتعاون الوثيق لتمكين الحكومة من التغلب على التحديات القائمة في المستقبل هناك رؤية كبيرة أن نؤهل الكوادر في المحافظات لتكون قادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها في تسهيل إجراءات المركزية المالية من خلال تخطيط للموازنة وتنفيذها أهم شيء مهم جدا أنه نتمكن المجالس المحافظات من تحديد الاحتياجات وهذه آلية تحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى تحديد أسس ومائع دركنا في ست شهور التوجه الحقيقي نحو الإصلاح المالي والتنمية العادلة نقول في جميع المحافظات نحن الآن أمام هذا الواقع الواقع الإصلاحي الرائع الجميل في الأردن لينادي بتوزيع مكتسبات التنمية توزيعا عادلا ترجمة نانسي قنقر